اشتركوا في القناة وغلاف البذرة والجنين والندبة حدد الأجزاء على الرسم طبعا مثل ما حددناها على الرسمة ما وظيفة الجزء رقم اثنان طبعا جزء رقم اثنان هو ينمو ليصبح نبات جديد تنبى ماذا يحدث للبذرة في الحالات التالية اذا لم يتوفر لها مخزون الغذاء طبعا لن يحصل الجنين على الطاقة لكي ينمو فلن ينمو الجنين ميت لذلك لا تتحول البذرة الى نبات جديد عندنا الشكل التالي يوضح انواع الثمار مع عدد البذور الموجودة بداخلها تنبى اي من الثمار حجم البذرة كبيرة وفسر السبب طبعا عندنا هنا الفول السوداني والفول والبرتقال وثمرة لوفوكادو طبعا هنا عندنا اقل شيء ثمرة لوفوكادو لان عدد بذورها قليل ما العلاقة بين عدد البذور وحجمها في الثمرة طبعا عندما يقول حجم البذرة يزيد عددها في الثمرة الآن ننتقل الى هنا ضع علامة صح او خطأ امام العبارة بما يناسبها كل الثمر حلوة المذاق ويمكن اكلها طبعا هنا الاجابة خاطئة تنمو البذرة اذا كان الجنين حيا وتوافرت له الظروف المناسبة للنمو هنا الاجابة صحيحة في بداية عملية الانبات تنمو الاوراق هنا الاجابة خاطئة ينمو الجذور الاول الى الاسفل في التربة الاجابة صحيحة يوفر مخزون الغذاء للطاقة الجنين لكي ينمو هنا الاجابة صحيحة ينمو الساق الاول على الاثلال يبحث عن الضوء هنا ايضا الاجابة صحيحة وضيفة مخزون الغذاء هي طبعا تحمل بذرة وما بداخلها هنا الإجابة خطأ لأننا ننتقل إلى هنا ما هو أول جزء ينمو من البذرة وإلى أين يتجه طبعا عندنا الجزء الأول يتجه إلى الأسفل يتجه إلى الأسفل كما نلاحظ إلى الأسفل إلى أين يتجه الساق الأول في النمو طبعا الساق الأول يتجه إلى ماذا؟ إلى الأعلى لماذا؟ ليبحث عن الضو إلى أين تتجه الأوراق في النمو؟ طبعا للأعلى لتبحث عن ماذا؟ عن الضو لصنع الغذاء ماذا يحدث للبذرة في نهاية عملية الانبات؟ يقول حجم البذرة وتذبل لأنها تم استهلاك مخزون الغذاء في عملية الانبات؟ الآن ننتقل إلى هنا تجريمون تجربة الاستقصاء عملية الانبات استخدام بذور الفاصولية كما موضح لكم ما هو العامل الذي يتم اختباره في التجربة؟ طبعا يختبره ماذا؟ الهواء هنا بذور بدون هواء وهنا بدون هواء طبعا البذور معرضة للهواء وهنا بذور أيضا محرضة للهواء بعد ثلاث أيام تنمو البذور المعرضة للهواء ولكن هذه لا تنمو ماذا استنتجت مونة في نهاية الاستقصاء؟ طبعا أن الهواء هو مهم لعملية الانبات أذكر العوامل اللازمة لحملية الانبات طبعا الماء والهواء والدفع عندنا أهمية كل عامل عامل الضوء لصنع الغذاء في الأوراق عندنا الماء لنمو الساق قوي وأوراق ثابتة عندنا أيضا الهواء للتنفس أيضا عندنا الدفع لكي ينمو النبات أفضل عندنا في هذا السؤال ما هي العوامل اللازمة لإنبات النبات؟ طبعا عندنا الماء والهواء والضوء والدفع الآن ننتقل إلى هنا ما اسم الأجزاء التالية؟ اسم الأجزاء التالية عندنا هنا هذا الجزء يسمى المبيض وهذا الجزء يسمى ماذا؟ الكربلة وهذا الجزء يسمى القلم وأيضا الجزء رقم أربعة يسمى البتلات والجزء رقم خمسة الميسم والجزء رقم ستة المتك وعندنا رقم سبعة اللي هي السوداء ورقم ثمانية السبلات الشكل التالي يوضح أجزاء الزهرة صل بين كل جزء واسمه طبعا الوظيفة رقم واحد وظيفة رقم واحد هي ماذا؟ إنتاج البويضات أما رقم أربعة هنا لها لون زاهي وجذاب للحشرات لعملية التلقيح ورقم خمسة استقبال حبوب اللقاح في عملية التلقيح ورقم ستة انتاج حبوب اللقاح وآخيرا رقم ثمانية حماية برع الزهرة أو الزهرة أكمل عبارات التالية عملية تلقيح هي انتاج حبوب اللقاح من ماذا؟ من المتك إلى الميسم عملية تلقيح هي انتقال حبوب اللقاح من الرقم ستة إلى الرقم ماذا؟ خمسة تحدث عملية الإخصاب في الجزء رقم واحد والميسم اللي هي أو ما يسمى بماذا؟ رقم واحد ماذا يسمى؟ يسمى المبيض وبعد عملية الإخصاب البويضة تتحول إلى البذور والمبيض تتحول إلى ثمرة الآن ننتقل إلى هنا صل بين كل نوع من أنواع الزهرة عند هذه الزهرة زهرة تامة هذه الزهرة زهرة مذكرة وهذه الزهرة زهرة مؤنثة أي من الأزهار التالية لا تتكون فيها الثمار طبعا الزهرة رقم ثلاثة لأنها لا تحتوي على كربلة أو من بيض عندنا هنا كيف يتم تلقيح الزهرة واحد والزهرة اثنين طبعا الزهرة واحد الزهرة واحد عن طريق الرياح لأنه غير زاهية الألوان ولا يوجد بها رائحة جميلة أما الزهرة رقم اثنين عن طريق الحشرات لأن لها ألوان جميلة وجذابة وتنتج الرحيق الآن ننتقل إلى دورة حياة النبات لماذا نرسم حياة النبات بالشكل الدائري لماذا؟ لأنها متكررة ولا تتوقف اكتب مراحل دورة النباتات كما يوضحها الشكل نبات البذور تعطي نبات جديد ومن ثم ينمو النبات الجديد ويتحول إلى نبات ناضج ومن ثم تنمو الأزهار التي تحدث فيها عملية التلقيح والإغصاب وتكون الثمار التي تحتوي على البذور ثم تنشر البذور وتنبت من جديد هذا هو ملخص الوحدة الأولى من كتاب العلوم للصف الخامس أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو